هذا وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلين هيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية اليوم توقيع وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية شملت العديد من مجالات التعاون بين البلدين وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى الصين وقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من جانب دولة الإمارات كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آلين هيان وزير الخارجية ومعالي سهيل فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي شيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى الصين فيما وقعها من الجانب الصيني المسؤولون المعنيون